السلام عليكم يا فريمديون ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم المحبوبة والمفضلة على قناة فريمد واسف جدا على هذا الغياب ولكن ان شاء الله سيكون غياب ما بعده عاصفة ان شاء الله يعني الهدوء الذي يسبق العاصفة يا جماعة نعم فيفا 23 ستنطلق بعد أيام قليلة يا جماعة لهذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتابعي زر التنبيهات وعطونا ارىكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات وسنتطلق للسلاسل التي ستكون ان شاء الله في فيفا 23 بالطبع الكثير منكم من شهد العلوان والصورة المساغرة ارباح الجيمينج الجزائري هذا بالنسبة لي يا جماعة كقناة قدر نقول انها قناة متوسطة ومتواضعة جدا يعني ليس عليها تفاعل كبير جدا لكن احببت ان اشارككم في هذا الفيديو ارباحي طيلة بداية في الجيمينج وايضا في اخر 28 يوم وايضا ارباحي في المجمل العام يعني منذ ان بدأت في هذه القناة بالطبع اولا قبل كل شيء يا جماعة اتمنى من اي شخص يحبني ويشاهد قناتي ويحب المحتوى الذي اقدمه ان لا يجبرني ان لا يجبرني على ان اتحدث بلهجتي لان هدفي ليس فقط في الجزائر وانما في العالم العربي وفي العالم اكيد انا افتخر باني جزائري وافتخر بلهجتي ولكن يا جماعة لدي هدف اليوتيوب لازم احقق ذلك الهدف باي شكل من الاشكال لهذا اتمنى منكم يا اخوتي ان لا تجبرني على التحدث باللهجة لانني لن اتحدث اطلاقا فطالما تكرر هذا التعليق كثيرا انت تخجر بلهجتك لماذا لا تتحدث بلهجتك تحدث بلهجتي الجزائرية القليل القليل من يفهم لهجتنا وهذا السبب من الاسباب الذي يجعل القنوات الجزائرية خاصة ان جيمينج الى حد اللحظة لا يوجد اي قناة وصلت الى المليون بطبع قد تقول لي بعض القنوات الخاصة بباب جي او فري فاير ولكن انا اتحدث بالمجمل العام الجيمينج والتصنيف العاب الفري فاير والباب جي والموبايل ضمن الجيمينج موبايل وليس الجيمينج الجيمينج يشمل كل شيء بهذا اتمنى من اي شخص يحبوني ان لا يكرر هذا التعليق اذا مثل مقتلكم فيفا 23 على الابواب سأعد لكم السلسل التي سنعملها وعطوناها اراكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات وكالعادة مهنة مدري فيفا 23 مهنة لعب من الصفر الاطمتين بالطبع والتي ستكون بقوة ان شاء الله وايضا ان شاء الله ربما سنعمل كأس العالم في هذا الشهر ان شاء الله كأس العالم في بيس 2021 واذا تواجد كأس العالم في فيفا 23 سنعملها ولكن في بيس سنعمل مع المنتخب الجزائري اكيد وايضا ماسترليق ان شاء الله وربما ايضا كون اسطورة والسلاسل اخرى بمهنة لعبين حقيقيين جماعة سلاسل اسطورية خرافية جدا قادمة في الطريق لهذا اتمنى من كل شخص غير مشارك في القناة ان يضغط زر الاشتراك ويفعل زر التنبيهات وان شاء الله سيصلك كل جديد بالمناسبة طموحي هو ان اصبح الافضل في محتوى فيفا في الجزائر ولما لا ان اصبح من بين الافضل في العالم العربي ولما لا نصل الى القناة الى العالمية ان شاء الله لهذا احتاج دعمكم جماعة والان ننتقل الى ارباحي خلال هذا الشهر 28 يوم وايضا ارباحي منذ بداية في محتوى الجيمينج وايضا ارباحي منذ بداية هذه القناة اذا وصلت الى هذه اللحظة بارك الله فيك شكرا واك يا جماعة مثل ما تشاهدون هذه قناتي سنقوم بالتحديث لكي لا يقوم اي شخص بالتشكيك والظن واكي مثل ما تشاهدون تبارك الله ما شاء الرحمن مية وثلاثة وخمسين الف سبعمية وتسعة وثمانين اخ واخت مثل ما تشاهدون في اخر ثمانية وعشرون يوم ستة وستين الف مشاهدة الحمد لله بالنسبة لقناة مثلي تبدو الارقام سيئة ولكن انا شخصيا لست قليقا وراضي جدا بما كتب الله لي وقت المشاهدة بساعة ثلاثة الاف وثلاثمائة ساعة اما الارباح المقدرة خلال ثمانية وعشرون يوما ثلاثة فاصل ثمانية وثلاثون اولو ينطح اولو بالنسبة كما تشاهدون لأهم القناوات المشتركة في القناة منذ بداية القناة هذه القناوات الكبيرة المشتركة في قناتي مرحبا بهم من اكبر قناة الى اصغر قناة بارك الله فيكم مرحبا بكم كامل يا جماعة ننتقد الى احصائية جماعة مثل ما تشاهدون اليوتيوب لم يضع قانون يجبرك بعدم نشر ارباحك واحصائياتك وهذا شيء عادي اوكي مثل ما تشاهدون هذه احصائياتي في اخر ثمانية وعشرون يوم اوكي لم يكتمل شهر سبتمبر سننتقل الى شهر اغسطس بما انه اكتمل ارباحي كانت ثمانية فاصل خمسين اورو مشاهدات مية وخمسة وتسعين الف الحمد لله تراجع طفيف لانني توقفت في شهر سبتمبر بنسبة كبيرة نزدت بعض الفيديوهات فقط ننتقل الى المحتوى اخر ثمانية وعشرون يوما تم اقتراح القناة او مرات الظهور للقناة او للفيديوهات جماعة سبعمائة وثلاثة عشر الف من بينها ستة وربعين الف مشاهدة ننتقل الى الجمهور يا جماعة الجمهور اهم المناطق الجغرافية الجزائر سبعة وسبعين فاصل ستة بالمية العراق ثلاثة فاصل اثنين مصر اثنين فاصل ثلاثة المغرب واحد فاصل تسعة المملكة العربية السعودية واحد فاصل ستة يعني هذه اهم خمس بلدان يشاهدونني يا جماعة بارك الله فيكم مرحبا كامل يا جماعة اوكي فيما يخص الترجمة يا جماعة الترجمة تفيدني بنسبة ضئيلة ولكن شيء ممتز شوفوا يا جماعة اهم اللغات الترجمة والشرح العربية الفرنسية الانجليزية والانجليزية المملكة المتحدة واكثر المشاهدين في القناة غير المشتركين هذا احصائية العمر والجنس الانثى ستة عشر بالمية والذكر عربعة وثمانين بالمية اكثر المشاهدين في القناة بين ثمانتاش سنة واربعة وعشرون السنة فيما يخص الأربع هذه في اخر ثمانية وعشرون يوما الاربع مثل ما تشاهدون في اخر ثمانية وعشرون يوم ثلاثة فاصل ثمانية وثلاثون اورو الاربع سفر فاصل سفر ستة البعض يقول متى بدأت الجيمينج يا جماعة انا بدأت من سنة مثل ما تشاهدون توقفت عن محتوى الرياضي في سنة الفين وعشرين يعني شهر ديسمبر ثم بعدها بأربعة أيام نزلت أول مقطع فيديو لباب جي كيف تصبح محترف في باب جي بطبع أن كنت نوب يعني تقريبا في آخر شهر من السنة بدأت الجيمينج يعني أنا بدأت الجيمينج قبل سنتين للعلم جمعة ألا من محبي الألعاب منذ سنوات منذ أن كنت صغير أول فيديو في القناة كان عام 2017 الثالث عشر من شهر أكتوبر مثل ما تشاهدون كنت أنوعة في المحتوى بالطبع وكان هذا أسوأ شيء مرت به بعد إغلاق قناتي الأولى هناك بعض الفيديوهات خاصة والفيديوهات العامة إن شاء الله سنشاهدها مع بعض في قادم الأيام إن شاء الله أكثر الفيديوهات مشاهدة بالطبع هناك بعض الفيديوهات لا أريدكم أن ترونها نظرا لأنها محتوى ترند شوفوا جماعة 2.5.5.5 1.2.2 شوفوا جماعة هذا محتوى الترند لكنني شعرت بأنه محتوى فاشل بالرغم أن المشاهدات والأرباح كانت رهيبة جدا جماعة لكنني لم أكن أشعر بأنه محتوى جيد واتوقفت ثلاثة مليون جزائر يا جماعة صراحة لم أكن راضي عن هذا المحتوى ما يخليك أنك تحس أنك يوتيوبر وإنما تحس أنك فقط تريد الربح فقط وهذا خطأ لا أريد أن يقع فيه أي شخص ولا أريد أن أقع فيه مجددا المهمة جماعة هذه أرباحي سأقوم بالتحديث يا جماعة لكي لا يشك ويأتي لي تعليق يقولي بأنك تكذب هذه هي منذ بداية في الجيمينج يا جماعة الأرباح يعني تقريبا منذ سنتين أقل من 100 أورو يا جماعة أقل من 2 مليون الـ RPM 0.8 هذا مثل ما تشاهدون جماعة هنا شهر 12 يعني 10 ديسمبر 2020 إلى تاريخ يوم أمس 22 سبتمبر يعني تقريبا سنتين جماعة 100 أورو أقل من 100 أورو أوكي الآن نأتي إلى منذ تاريخ التحميل يعني منذ إنشاء القناة شكرا للناس اللي دعمتنا شكرا للناس اللي تتثق فينا تتثق في المحتوى بارك الله فيكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك واكتب لنا في التعليقات أنك وصلت إلى هذه اللحظة إلى هذا التوقيت أوكي منذ تاريخ التحميل بسم الله يالله شوفوا يا جماعة معظم هذه الأرباح استخرجوا بالدينار الجزائري بسعر البنك أكيد ألفين ومائتين أورو يا جماعة من اليورو إلى الدينار الجزائري مثل ما تشاهدون يا جماعة 30 مليون أرباحي من القناة في ظرف 5 سنوات أرباحي من اليوتيوب الجزائري بشكل عام 30 مليون في 5 سنوات يعني تقريبا في كل سنة 6 ملايين 6 ملايين يعني هكذا إلى 300 أورو في السنة الواحدة بطبع البعض يراها جيدة والبعض يراها سيئة يعني حسب وضع الشخص الذي يشاهد هذا الفيديو ولكن بالنسبة لي ضئيلة 5 سنوات جماعة فقط 30 مليون هذه أرباحي من القناة جماعة 30 مليون منذ إنشاء هذه القناة في ظرف السنة أو في السنتين جماعة 100 أورو فقط لهذا قررت أن أسلك الطريق وهو طريق المحتوى الذي به قاعدة جماهرية كبيرة جدا والتحدث بالعربية أكيد وترجمة الفيديوهات إلى لغات عديدة جدا الإسبانية الإنجليزية الهندية الهولندية البنغالية كل شيء مثل ما شاهدتم جماعة أرباحي من الجيمينج الجزائري لأن معظم المشاهدين من الجزائر بالطبع وصراحة أنا لا يهمني ولكن من يهمني هو أن تتسع القاهدة الجماهيرية الخاصة بالقناة وهدفي هو أن أصبح من بين الأفضل في المحتوى هذا محتوى فيفا في العالم العربي أكيد وفي الجزائر أن أصبح الأفضل وفي العالم العربي من بين الأفضل إن شاء الله لهذا مرحبا بكم عبر الضغط على زر السبسكرايب وتفعيل زر التنبيهات أعطونا أراكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات مثلما شدتم تعرفنا على السلسل التي سنعملها إن شاء الله مع بداية فيفا 23 إلى ذلك الحين اعتنوا بأنفسكم جيدا دمتوا في رعاية الله وحده السلام عليكم